بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسم رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة انطلقت أعمال الدورة الأولى من المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية الذي تنظمه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تحت شعار معاير تصنع التغيير في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات الصحة والتعليم والبنية التحتية والاستدامة قطاعات تشكل البيانات محورا رئيسيا في تطويرها وهو ما أكدته فعالية الدورة الأولى للمنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية الذي ينظمه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية على مدى يومين تحت شعار معاير تصنع التغيير ويساهم المنتدى في استكشاف كيفية استخدام البيانات لتحسين رعاية الصحية واستشراف مستقبل سوق العمل وتصميم وبناء مدن ذكية ومستدامة إلى جانب تسليطه الضوء على دور البيانات في مراقبة التغيرات المناخية وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية وأن البيانات ليست مجرد أرقام جامدة أو إحصائيات معقدة وهذا ما أكد عليه الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في كلمته الافتتاحية للمنتد لتمنى لكم التوفيق في جلسات ومخراجات المبتدى والسلام عليكم ورحمة الله يعدنا أكثر عن 106 متحدث على مدى يومين بيتوزعون هذه المتحدثين على عدد أربع مسارح في منها حوارات ملهمة وفي منها جلسات حوارية بنغطي إن شاء الله معظم المواضيع اللي تخصى استخدام البيانات في التنمية المجتمعية يستضيف المنتدى مسؤولين حكوميين وقادة فكر واقتصاد وخبراء في البيانات والإحصاء والتنمية من الإمارات والعالم ويقدم الستين فعالية متنوعة من خطابات ملهمة وجلسات حوارية وورش عمل متخصصة بهدف استكشاف أحدث التطورات في مجال البيانات وسبل توظيفها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحدثت اليوم عن أهمية تنوع مصادر البيانات والتي تساعد بشكل كبير في رفع جودة العمل جودة المؤشرات الإحصائية والحمد لله يعني وجود للبيانات السجلية بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى ساهموا بشكل كبير في العديد من المنتجات الإحصائية التي عندنا في المملكة العربية السعودية أنها تتطور وتكون أقرب للواقع مع أفضل جودة ممكنة موضوع البيانات قضية في غاية الأهمية بتئيس بشكل كبير جدا مستوى التقدم في الإنجازات المحرزة سواء في مجالات أجندة التنمية المستدامة 2030 أو الأجندات والاستراتيجيات الوطنية اللي هي بتصب كلها في النهاية في مستوى رضا الشعوب عن الخدمات وعن مستوى الإنجاز المحقق المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية يحظى بمجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات دولية مرموقة تشمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يعكس أهمية هذا الحدث على المستوى الإقليمي والدولي المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية فرصة لاستكشاف أحدث التطورات في مجال البيانات وسبل توظيفها سعيا لرسم مستقبل المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لإخبار الدار فايزة ضنحاني الشارقة